اشتركوا في القناة فقد وقفنا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الحق سبحانه فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالأخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجر عظيم وقلنا أن الحق سبحانه وتعالى فرع على القتال بالفعل هنا أمر فليقاتل فمن يستنع له ويقاتل بالفعل له حلتين إما أن يقتل وهذا جزاؤه كما قلنا وإما أن يغلب انظروا إلى الجزاء في قوله سبحانه فسوف نؤتيه أجرا عظيم شفوا دقة الأداء القرآني لأن الذي يتكلم هو الله نحن نعلم أن ترتيب فعل على فعل أقول لك إيه إحضر لي أكرمك إن حضرت إلي أكرمتك فبمجرد الحضور يحضر لي أكرمك إن حضرت إلي سأكرمك يبقى الزمن متمادي شوية مش بمجرد ما تيجي تكرم يبقى فيه إيه شوية زمن تاني يعني أنت تحضر عندي وبعدين قد تأخذ تحييتك إنما الإكرام يجي إيه بعدين وإن أطلت الزمن أكثر تقول إن حضرت إلي فسوف أكرمك يبقى كام مرحلة لترتب الجزاء على الفعل جزاء يأتي وجزاء يأتي بعد زمن بسيط تؤديه ساء وجزاء يأتي بعد الزمن أطول تؤديه سوف كان المفروض إن اللي يقاتل في سبيل الله نؤتيه إيه ولا سنؤتيه أجر أم ألف سوف نؤتيه مما يدل على أن من يقتل سيكون دليلا على أنه قتل في منهج حق يستباح فيه الدم فيغل الغير بأن يعتنب والذي يغلب أيضا يؤلي كلمة الله وإذا علت كلمة الله دعوة أو استدلالا من قتيل يبقى زي ما قلنا كل ما يحصل خير من أحد يبقى حيروح لمين لمن قتل أو من إيه ودي حتفضل ليوم القيامة ولا لا يبقى لازم سوفة طويلة ديت كل مدة سوفة دي حتق وأيضا فإنك ستقرأ الآية قبل أن تقوم الساعة فسوف مش هنقرأها كده برضو يبقى دليل على أن فيه جزاء منصول لا مقطوع ولا إيه ولا ممنوع يبقى الأداء القرآن أداء إيه محكم أداء محكم فسوف نؤتيه الحق سبحانه وتعالى ساعة يتكلم عن نفسه وذاته أساليب كتيرة يقولها مرة يجيب أسلوب الإفراد مرة يجيب أسلوب إيه الإفراد ومرة يجيب أسلوب الجمع وإحنا بنقول بقى زي كما علمونا في النح قولك ده بتبقى النون لإيه للتعظيم إن نحن نزلنا ما قالش أنا نزلته قال إيه إن نحن نزلنا مش كده وهو واحد أم قالك شوف كل شيء يكون نتيجة فعل من أفعال الله تيجي له النون بتاعة التعظيم دي ليه لأن الفعل إن يصنع شيئا لخلقه من متعة أو من نعيم أو من عايز صفات كتير قدرة للإبراز علم لترتيب الله تدبيخ حكمة بسط الله عايز إيه عايز متعلق صفات إيه صفات كتير يقول نؤتيه لأن الصفات حتى تكاتب عشان تعمل إيه تعمل الخير تعمل لكنه حين يتكلم عن ذاته مجردا عن الفعل يتكلم بضمير الإفراد إنني أنا الله إنني أنا الله وأنا اخترتك يا موسى فاحساعة يتكلم عن ذاته إنما يتكلم بنفئه بالوحدانية ما تقولش بالإفراد بالوحدانية بالوحدانية وحينما يتكلم عن فعله يقول إيه يقول يأتي بالجمع ولذلك دي حلت لنا إشكالات كتير يمكن أنا حكيت لبعض إخوانكم ما حدث عند قراءة قول الحق سبحانه وتعالى ألم ترى الله الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا طب أنزل مش كان ينسبها إيه أخرج إنما أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفة ألوانه الله طب إيه دي مفردة ودي إيه قال لك يا أخي بص كويس لأن ساعة قال أنزل من السماء ماء لم يكن لأحد من خلقه ولو بالأسباب فعل في إنزال المطر إنما ساعة نزل المطر جه واحد إيه حرصت وواحد إيه بذر وواحد راوة وواحد قعد يسبك يعني عملية من إيه من أسباب خلقه فلم يهضم الله خلقه فقال أنزل من السماء ماء وبعدين أنا وخلق أعملنا إيه أخرجنا به ثمرات مختلفة ألوانه يبقى إذن دي مسألة لازم نتنبه إلى أن الكلمة حين تأتي بالمفرد وتأتي بالجمع لها إيه نؤتيه أجرا عظيمة نؤتيه أجرا إيه عظيمة طيب الفعل كل حدث يتناسب مع فاعله أثرا وقوة عيل صغير يضرب ولد ألم شاب يضرب راجل يضرب ألم يبقى الفعل يتناسب مع مين مع فاعله قوة وإيه قوة وأثرا قوة وإيه فإذا كان الذي يعطي الأجرا مثيلك يبقى حيعطيك أجرا على إيه على أدو إنما طب إذا كان اللي يعترب بنا يبقى يعطي الأجرا على إيه يبقى إذا اللازم يقول أجرا عظيم قوي أجرا إيه أجرا عظيم نيجي هنا نقول له ما هو الأجر أولا طب الأجر له هو إيه الأجر مقابل المنفعة في فرق بين الأجر والثمن الثمن مقابل الرقب الثمن إنما الأجر مقابل المنفعة أنا اشتريت ديه يبقى ثمن إنما استأجرته يبقى هو بتاع صاحبه وانخدته انتفع به بس طب الحكاة ديه أجر ولا ثمن أم قال لك لا أنا ما تمنتش اللي نقتل داني شفت عمله إيه فاني خدت أثر العمل بتاعه خدت إيه أثر العمل بتاعه يبقى إذا الحق سبحانه وتعالى بيسميه إيه بيسميه إيه أجرا أجرا عظيمة بعد أن يشرح هذه المسألة يقول أحنا يجب أن تتعجب معي لماذا لا نقاتل في سبيل الله أنت تقول هذه الكلمة وما لك ألا تفعل كذا ما لك يعني ما بك إيه اللي واقف عندك في إنك ما تفعلش فكأن المسألة دي بيه يوحي بها الطبعه وتوحي بها لإيه العقل إنه مفعل فإذا ما فعلتهاش تبقى حاجة هريبة أو يقول طب وانتوا ليه ما تقتلوشي في سبيل الله إذا الحكاية دي حلوة أو في سبيل الله بدمحة تديكم إيه النتائج الحلوة دي يبقى اللي يمتنع عنها يبقى نتعجب منه ولا ما نتعجبش وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله تقاتلوا في سبيل الله إحنا قلنا إن ده لتعلي كلمتها ومرة يجي مع إعلاء الكلمة أن تقف بجانب المستضعف الذي أوزي بسبب ديني يبقى في حكتين اتنين فقال وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين في سبيل الله وفي سبيل مين يعني حتى يا أخي ما كانش كده إنسانية بالناس اللي بيتعذبوا عشان مؤمنين دول لنتاجب إنك إنت ايه تقاتل في سبيل إنك إنت تتخلصهم من الايه لأن كنهم صبرين على الإيمان مع هذا العذاب دليل على إيه على قوة الإيمان يبقى دولي حقيقين بأنك إن تتدافع عنهم ولا لأه وتخلصهم ولا لأه يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيجيني في أسلوب تعجب ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله ونصدر فكأن منطقة العطمة ومنطقة العاطفة ومنطقة الدين تحتم أن تقاتل فإن لم تقاتل يبقى دي مسألة عايزة إيه نبحث ولذلك ساعد ما ربنا يطرح القضية مثل هذه يطرحها على إنها دي الأموة الناس يستوون في أنها تكون يبقى العجيب في أن لا تكون ولذلك هناك قول كيف تكفرون بالله قولوا لنا الحكاية دي بتكفروا بربنا إزاي إيه يعني الحكاية بتاعة تكفروا بربنا دي لكن دي مسألة إيه مسألة عجيبة لا تدخلوا في العقل فقولوا لنا أنتم بتكفروا بربنا إزاي دي إيه الحكاية دي وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين شوف كلمة المستضعفين وبعدين يجب من الرجال والرجل في المفروض فيه ما القوة شوف بقى الزرف الذي يجعل الرجل مستضعفا يبقى لي يجي بعد أشد ولا لا المستضعفين من الرجال والنساء والولداء الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا يعني بلغ من ظلمه وبلغ من اضطهاد الكفار له أن يدعو الله إنه يعمل لهم إيه يخرجهم من هذه القرية الظالم أهلها أولا ما هي القرية؟ القرية مكة طب وإيه قص الدول؟ قال لك بعد أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أناس من المؤمنين بمكة ليست لهم عصبية تحمي هجرتهم فممنوعين من أن يهاجروا وظلوا على دينهم فبقوا إيه؟ مستضعفين مستضعفين دولي رجال ونساء وولدان كلمة ولدان يدل على أن الاضطهاد الذي أصابهم اضطهاد شرس حتى ما رحمش الولدان طيب والولدان دول إيه زنبهم؟ الولدان طيب أنت للرجال ونساء لأنهم اعتنقوا إنما ده دول لسه ما ياربوش مما يدل على شراسة إيه؟ للطهاد فبيقول لهم ما لكم إيه؟ لا تقاتلون في سبيل الله وفي سبيل المستضعفين من الإيه؟ من الرجال والنساء والولدان طيب لما استضعف دولي قالوا إيه؟ قالوا ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة أهلو واجعل لنا من لدنك وليا العبارة حتى عبارة الدعاء تدل مش على إنهم حيخروم على إنهم برضو اللي حيظل منهم حيجي لهم وليل أمرهم من المسلمين فكأنها أوحت لنا بأنه سيوجد فتح لمكة حيبقى في فتح إيه؟ فتح في مكة وقد كان الجماعة المستضعفين دوني مثلا واحد اسمه سلمة بن هشام مش قادر يهاجر واحد اسمه الوليد بن الوليد مش قادر يهاجر مثلا واحد اسمه عياش بن أبي ربيعة مش قادر يهاجر واحد اسمه أبو جندل بن سهير مش قادر يهاجر قال سيدنا ابن عباس رضي الله عنه لقد كنت أنا وأمي من هؤلاء المستضعفين سيدنا العباس يقول أنا وأمي برضو من المستضعفين مضيعين علينا مش قادرين نقرق عايزين نقرق مش عارفين مش عارفين نقرق لا كلام على الأول مثل هؤلاء يبقى كان يجب على إيه؟ بيحنن عليهم قلب إخوانهم المؤمنين بيهيزوا الحمية فيهم علشان إيه؟ يقاتلوا في سبيل وما لكم إيه؟ لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا بالله لما يكون الثلاثة الرجال والنساء والولدان ربنا ما يرحمش هؤلاء علشان خاطر الولدان علشان خاطر إيه؟ بقى الولدان بيدعو رقرين بقى دام الولدان يدعو بأدلة على أن إيه؟ المسألة يعني مش لم يجوا يطيطوا حد يقولوا للولاد مثلا تعالنتوا من أحياده حنطيط مثلا دول لا بيخدوهم ويا بعض كده الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصر وقد استجاب الله الدعاء وحدث ما حدث وفتحت مكة وجعل الله لهم وليا هو عتاب بن أسيد فكان وليا وكان رسول الله والمسلمين نصراء لهم والذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا معسكرين يقاتلون في سبيل الطاغوت والطاغوت احنا قلنا مبالغة للطغيان يطلق على المفرد وعلى المسنى وعلى الجمع رجل طاغوت رجلان رجال طاغوت وقلنا أولياؤهم الطاغوت الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النوم والذين كفروا أولياؤهم يبقى جماعة الطاغوت يطلق على المفرد وعلى الجمع وقلنا أهو الشيطان يصح أهو الظالم الجبار الذي يطغي التسليم له بالظلم أهو الذي يفرض الشر على الناس ليقننوا شره كل ده جائز اسمه ايه الطاغوت الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت دي آية واضحة الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله واللي مقابل الإيمان ايه الكفر ويقاتلون في سبيل الله ويقابل المعادي ايه او المعاند الطاغوت يبقى الآية ايه مرة الاسلوب القرآن ما يجيبش كده يقول ايه قد كان لكم آية في فئتين التقد فئة تقاتل في سبيل الله اهدي يقاتلوا في ايه سبيل الله واخرى كافرة الله شباء المقابل هنا بقى هنا الذين آمنوا يقاتلون في ايه والذين كفروا يقاتلون في سبيل ايه هنا آمنوا هنا ايه كفر مقابل ولا لا طيب هنا الله وهنا ايه الطاغوت كلام سلم الحكاة دي مقابل دي كلام انما لكم قد كان لكم آية في حجيبة في فئتين التقطة فئة تقاتل في سبيل الله واخرى كان لو عايز التقابل يقاتل في سبيله ايش طاغوت مش كده ولا لا امقل واخرى كافرة الله طيب ده ما انشي الاولى مؤمنة يبقى لو كان فيه تقابل يقول ايه قد كان لكم آية في فئتين التقطة فئة مؤمنة واخرى ايه وخلاص قد كان لكم آية في فئتين التقطة فئة تقاتل في سبيل الله وفئة تقابل وفي سبيل الطاغوت وتيبقى برضو المقابل ولا لا هو ما قالش كده عشان تعرف العبارات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعمل ايه بينصرها علينا عشان نعرف الخطفة الاجازية فيها ايه قال لك بعد الاية الذين امنوا يقاتلون ايه في سبيل الله والذين كفروا مشى ولا مش ماشى مقابلات طيب لو قال مثلا في غير القرآن قلنا في غير القرآن الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت زي القرآن ما قال ولا نقول الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله ومن جيبش في سبيل الطاغوت نجيب الكافرين لأن الكافر مفهوم انه ايه قال لك اذا ذكرت في الثانية مقابل محزوف من الاولى او حزفت من الاولى مقابل محزوف ثانية بيسموه في الاسلوب البياني اهتباك ازاي ام قال لك لقد كان لكم ايات فيه فئتين التقضى فئة ايه واخرى كافرة يعني تقاتل في سبيل مين طب واللي بتقاتل في سبيل الله تبقى شكلها ايه قال لها تبقى كده كلها التركيب قد كان لكم ايات في فئتين التقضى فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله واخرى كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت يبقى الكلام مش كل ولا لا ام كي قال لقد كان لكم ايات في فئتين التقضى فئة ايه سب مؤمنة وقال تقاتلوا في سبيل الله هنعرف انها المؤمنة ولا لا هنردها بالعالم عشان ربنا بيحرك ويقولني علشان ايه ميدلناش المسائل على طرف السمان بل عشان نشغل ايه نشغل في كريم مش مسألة كده يعني كده اه يقول ايه قد كان لكم آية في فئتين التقطة فئة تقاتلوا في سبيل الله ما قالش مؤمنة لما جئت في المقابل ها واخرى ايه كافرة ما قالش تقاتلوا في سبيل الطاغوت فكأن في سبيل الطاغوت المحزوفة دي اخذناها من مقابلها في الاولى في سبيل الله ومؤمنة الاولى دي خدناها من مين من المقابل بتاع ايه شوف الايه شوف الاسلوب بقى يبقى الاية بقى لو في غير القرآن قال قد كان لكم آية في فئتين التقطة فئة مؤمنة تقاتلوا في سبيل الله واخرى كافرة تقاتلوا في سبيل الطاغوت كلام مقابل ولا لا هو سبب مؤمنة في الايه الاولى طب ويستدل عليها بايه بكافرة تبقى الاولى حنعرف انها مين مؤمنة طب وفي التاني قال في سبيل الله وقال بكها كافرة وقالش في سبيل الطاغوت تبقى ناخد التانية من في سبيل الطاغوت فاخذنا في الاولى مؤمنة من مقابل في الثانية ايه كافرة واخذنا في ايه في الثانية في سبيل الطاغوت من مقابلها في الاولى في سبيل الله يسمد ايه يحتباك يحتباك انك انت تحزف من الاول ما يدل عليه الثاني وتحزف من الثاني ما يدل عليه الاول عشان ما تبقاشечно عملية فيها ايه تكرار وعلشان تعرض انه اذا قيل في سبيل الله يبقى مؤمن اذا قيل في سبيل الطغوط يبقى ايه يبقى كافر فضية ايمانية نعم فقاتلوا اولياء الشيطان اولياء الشيطان ان شراء بتوع اللي بينفخوا في مبادئه مش كده اللي بينصرهم وسوسته في نفسهم عشان يعملوه على الناس دول اولياء مين لان الشيطان سيما قلنا سابقا حينما حصل الحوار بينه وبين خالقه قال له بعزتك لاغوينهم اجمعين مش كده قال له قال له ايه فبعزتك لاغوينهم اجمعين بس يعني قال له الا عبادك اللي انت عايزه ماخدرش عليه الا عبادك منهم الايه اللي انت عايزه انت ماخدرش عليه دي علش انت بلنا على ان المعركة ليست بين ابليس وبين الله فتعالى الله ان يدخل معه احدهم في معركة ده المعركة بين ابليس وبين مين وبين الخيبين من الخلق مش كده ولا لأ ابقى لما قال بعزتك لاغوينهم اجمعين دل على انهم عرف كيف يقسم عرف كيف يقسم لان لو ربنا عايز الناس مؤمنين الشيطان ما يغدرش ياغوه من ناحية واحد انما كن ربنا عزيز عن خلقه اللي يؤمن يؤمن واللي منش من هنا ادخل الشيطان يبقى دخل الشيطان من ايه من عزتك عن خلقك انما انت لو عايزهم بدليل ايه الا عبادك منهم والمخلصين انا ماخدرش عليهم يبقى دخل الشيطان على هذه من باب ايه بعزتك وبرده دل على ان يعني واخد باله ودارس المسألة قال له ايه لأقعدن لهم صراطك المستقيم الله اذا الشيطان مش هيجي على الصراط المعوج لان اللي ماشي على الصراط المعوج والطريق الغلط يريده شيطانا ده ربنا يكفينا شعره هو يبقى مريح مين اه مريح الشيطان يبقى مدام مريح الشيطان يبقى بيعينه على مهمته ولا لا يبقى وليه ولا لا يبقى اولياء الشيطان وكل مخالفين للمنهج دول بيبقوا مين النصراء مين نصراء الشيطان قاتلوا اولياء الشيطان اللي بينهم وبين بعض مولاه ده ينصر ده وينصر ده قال ولا يهمنكم شيء لان الشيطان ضعيف وكيده ضعيف ليه قالوا لانه لما بيكيده الكيد بتاعه في مقابل كيد ربه لما تقابل كيد الشيطان ليه مقابل كيد ربه ويبقى ايه نبقى ضعيف اوي حال اوي ولانه ملو السلطان يقهر قالبك على فعل يعني يرغبك على ان تفعل وللوش حجه يقنعك الفرق بين من يكره القالب انك انت تفعل الفعل وانت كاره واحد يمسك لك مسده يقولك عبني لي ازبط لي يبقى قهر ايه قالبك انما هل يقدر ان يقهر قلبك ليقول حبني ايدي مش ممكنة يبقى اذا المتجبر يستطيع ان يقهر ايه يقهر القالب انما ما يقدرش يقهر مين انما اللي يقدر القلب من الحجة والبرهات يقنعني اذا فالاولاني ايجعلني افعل الفعلة وانا كاره اللي بيديني حجه بفعل الفعلة وانا ايه محب بيقنعنا فعلاني مش بيرغمني ان انا افعل يبقى اذا الاول يبقى قوة والتاني يبقى ايه حجة مفهوم فالحق سبحانه وتعالى بقولي اعرفوا ان الشطان ضعيف جدا لانه لا لقوة يرغمك لما تحرب منه تقول لا مش عامل مش عايقل قلبك وقولك لا لازم تعمل ما عندوش دي ولا عندوش حجة يقنعك لتفعل يبقى ضعيف ولا مضعيف شي اما الايه الحكاية قال انتم من الغفلة بتاعتكم وحبكم للشهوة زي ما قلنا زمانة على تشوير من الشطان مش عايز ليقهر قلبكم ولا يقهر قلبكم الحكاية ايه بيشور لكم ولذلك سيكون في حجته في يوم القيامة على الخلق يقول وما كان لي عليكم من سلطان انا ما كانش لي عليكم لسلطان لا سلطان قدرة ارغمكم على فعلكم بالقالب ولا سلطان حجة ارغمكم على ان تفعلوا بالقالب وما كان لي عليكم من ايه ادي كيده ضعيفة الا ان دعوتكم فاستجابتم ليه طب انتم المخيبين طب انا اعمل ايه مش كده ولا يبقى كيد الشيطان ايه طب ما هو الكيد بقى ما هو الكيد الكيده هو محاولة افساد الحال بالاحتيال شوف ازاي فيه واحد يفسد الحال انما مش بحيلة عايز اه انما واحد عايز يفسدها بحيث انك انت لما تيجي تمسك وتقوله انت فسدت يقول ابدا انا ما اعملتش اي حاجة يجي كده ويعمل حاجة في الخفية كده في الميكروفون نيجي نتكلم ما اتكلمش مش كده ولا يبقى ده ايه افسد الحالة بايه هذا هو الكيد وهذا الكيد لا يقبل عليه الا الضعيف لان القوية يواجه ما يكدش قوي لما يجي واحد ويدس الواحد السم كده وفي قهوة وفي مش عارف ايه يبقى معناه ايه ها هو فيه احتيال لافساد الحال لكن بايه باحتيال في في عمل لافساد الحال باحتيال لانه ما يقدرش يواجه انما القوي ما يعملش الحكاة دي اللي بيقتل واحد زي ما قلنا ما اسأله حتى اللي بيقتله كده مواجه نقول له ده انت خائب ده انت اثبت بجرأتك على قتلك انك لا تطيق حياته ما تقدرش على حياته انما كانت الرجولة تقول لا خليه وانا قدام وانا شوفها يأمل ايه ادي الشطارة مش كده ولا لا يبقى اذا كده الشيطان جاه ضعيف من ايه من انه لا يملك قوة يقهر بها قالبا ولا يملك حجة يقهر بها قلبا ليقنعك خلاص يبقى هو بيشور وانت بتايح؟ بتيجي يبقى الكد يبقى لن يكون فيه ايه؟ فيه احتياجة لا يحتياجه له الا مين؟ الا الضعيف ساعة كل ما يبقى ضعيف قوي يبقى الكد بتاعه اكتر كل ما يبقى ضعيف قوي يبقى الكد بتاعه ايه؟ اكتر ولذلك كان يقولوا مسلا ده الملوه احسن من الراجل والمشعلف ليه ان ربنا بقول انك ايدهن ايه? طب ما دم كدهم عظيم يبقى ضعفهم اعظم. الله طب ماهو كده وإلا تبقى ايه بتكد ليه? ما تبقى كده يعني كده وتبقى مواجهة. ولذلك يقول لك ايه? الشاعر العربي حبي يبرز هذا المعنى اه ابراز عشان ما تستعجبوش. ام قال لك وضعيفته. فاذا اصابت فرصة قتلت. كذلك قدرات الدعافة فاقية. لان الضعيف ساعة ما يمسك الخصم بتاعه مرة والظروف تمكنه منه? يقول لك يا خرابة نسيبه ده لو كنته حيعمل فيها اللي بينعمل. هي هي بقى دي. انما القو يمسكه وبعد يقول طب وعلي ما خليه ونعمل حاجة تانية اضربه على على رأسه. يبقى ازا ان كان الكده عظيم يبقى الضعف ايه? الضعف اعظم. ان كيد الشيطان كان ضعيفا. لانه لا قدرة له في فيكره الايه? القلب. ولا حجة له فيكره الايه? فيقنع القلب. الم ترى? ومرت الم ترى دي كسير? وقلنا ان ساعة يقول الله الم ترى يعني معناها ان كانت مرئية في زمنها تبقى تعمل على حكاكته وان كانت غير مرئية يبقى الم تعلم? ها? ولكن العلم باخبار الله اصدقوا من الايه? من العلم. الم ترى اذا الذي نقيل لهم? كفوا ايديكم. حين يقول الحق كفوا ايديكم. لابد ان تكون بوادر مد الايدي موجودة. هو الا فواحد لمد ايده والحاجة تقول له كف ايدك? تقول ليش كف ايدك. يبقى بوادر مد الاد ايه? موجودة. طيب. كفوا ايديكم. ومدام كفوا ايديكم والكلام هنا في القتال. يبقى كفوا ايدكم عن مين? يبقى الكلام في القتال. كفوا ايه? ايديكم عن الايه? عن القتال. واقيموا الصلاة? وآتوا الزكاة. فلما كتب عليهم القتال? اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله او اشد خشية. الكلام اتضح ولا لا? الم ترى? اه? الى الذين تيل لهم كفوا ايديكم. لا يقالوا كفوا ايديكم الا وقد بدرت بوادر تثبت ان فيه عملية مد اه? اه? لا عملية مد الايد. مد الايد هنا ونحن بصدد القتال. يبقى للقتال ولا لا? اه? بدليل ان الحق سبحانه وتعالى جاء في المقابل. قال فلما كتب عليهم القتال. اذا فقد قيل لهم كفوا ايديكم. لان بوادر مد الايدي للقتال قد ظهرت منهم. اما قولا بان يقولوا دعنا يا رسول الله نقاتل. واما فعلا بامتهيأوا لعملية. فالرسول يقول ايه? فلما كتب عليهم القتال. دلت على ان زمنين لصدر هذه الآية. زمن قيل لهم كفوا ايديكم. وزمن كتب عليهم القتال. يبقى نفهم مني ايه? نفهم انهم كانوا عندهم بوادا لمد الايدي الى القتال قبل ان يفتب عليهم القتال. قبل ان يكتب عليهم القتال. مفهوم الكلام ده? طيب. طب اه قال لك دولي مسلا عبد الرحمن بن عوف وآآ الزهري ومقداد ابن الاسود ده من آآ من قبيلة كندة. آآ وسعد ابن ابي آآ وقص. ودولي قالوا يا رسول الله احنا متهدين في مكة ولازم نقاتل الناس دولي وزي ما تيجي. قال لهم انا لم امر بكتال. انا لم امر بكتال. لو كاتل مسألة كده كان بمجرد انه هم اللي بيقولهم. كان يقول لهم يلا لا ده في دليل على انه ايه? منتظر امر السماء. لسه ما امرتش بالايه? بالقتال. طيب وبعد ذلك كتب عليهم القتال. فلما كتب عليهم القتال في بدر واحد بقوا يملوسوا شوية كده زي الجماعة الاولانيين. اللي قلناهم منبارة. لما كتبوا عليهم القتال وبعدين قال لهم ان الله مبتليكم ويعود مش عارف ايه الى اخر. طيب فلما كتب عليهم القتال. اعملوا ايه? اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله. او اشد خشية من الله. ليه? طيب دول مؤمنين واعلام زي ابن عوف والتاني والتالت وبتاع. يبقى يعني هم خافوا الناس دي ايه? يعني رجعوا في الايمان ولا لا? قال لك فيه فرق بين الحكم يلقى نظريا فالقلب يستقبله. وخصوص ان هو اللي كان طالب. مش كده? مومون برضو اللي كنا يعلموا برعهم اللي كانوا طالبين ولا لا? بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. لكن لما تيجي المسألة بقى امام الايه? امام الامر التطبيقي يقوم الخور والخوف يمكن يدب في نفوس مين? وهل منع الله ان اغيار تأتي على المؤمن? ما ربنا ما ما نعش دي. لانه مدم ليس رسولا ولا معصوما. ما تبقاش تقولي ده فلان عمل كزا وفلان عمل كزا وفلان عمل كزا. لانني لم ادعي ان صحابيا معصول. مدم مش معصول. يبقى يصح ييجي منه ولا لا? وتجيله خواطر نفسه برضو. وتجيله اشياء في راسه. وهيك في موقف معاه. جائز. ها. ذكر ما اقولك مسلا فلانا عملت كزا وفلانا عمل كزا. نقوله طب وما لو يسده ايه اللي جرى? ما يجراش حاجة ابدا. ليه? لان محدش قال اني دول معصومين. وما ده مش معصومين يا تأتى منهم هزا. معا. فلما يجوا يقول يخشون ايه? اذا فريقهم منهم مش كلهم بقى. وشوف بقى شوف ادب الاداء. ما قالش فلان ولا فلان ولا اللان ولا اذا فريقهم منهم. كل واحد يدورها بقى على نفسه. ما قلناش لا فلان ولا ايه? ولا فلان ولا ايه ولا فلان. دي انا عملية ايه? عملية سطر الهنى للعبد. عملية سطر الايه? وما دام سطر الهنى للعبد من رب يبقى ربنا اغير على عبده من نفسه. ولذلك احنا قلني ساعة ربنا ما يستر غيب الناس على الناس. يبقى دي معناها ايه? ده تكريم للناس جميعا. لان هب ان الله اطلعك على غيب الناس. اتحب ان يطلع الناس على غيبك? يبقى انت لما تشوف ربنا سترغيبك عن الناس وسترغيب الناس عنك تبقى تعرف ان دي ايه? دي نعمة ورحمة. ليه? لان الانسان ابن اغيار. مش صحيح ان واحد عمل في ظرفه وانت بدك تخلص منه وبدك كره وساعة ما تشوفه. لو اطلعه الله على ما في قلبك او اطلعك على ما في قلبك. ماذا يكون الموقف? الدنيا كلها تتلخبط في بعضها. وتبقى معجنة في الكور. لكن ربنا سترغيب خلقه عن عن خلق. وبعدين يحب اللي يستر. تبقى بتعصاه. ويحب اللي يستر عليك. والاوعى تتبع. بالله ينلاقي رب زي ده ازاي? ازاي يعني? ازاي? ازاي? شيء عجيب والله. قال لي الا بقى تبقى عاصيه. ويحب من يستر عليك. ويقولك اوعى تتبع عورات الناس مدام عندهم لسه شوية حية. ومستطرون في اثنائهم خليهم مستطرين. ليه? احسن في ايده. انا مش كده ولا لا? يبقى بيرحم المجتمع ولا لا? بيرحم الايه? بيرحم. ولكن من خيبة الناس تلح على ان تعلم الغيب. وتروح لي ده تقول له هيبقى عيب وشوف للطالع مش عارف ايه? وعمل لي ايه? يا راجل ده نعمة ربنا النساط على الغيب ما تخليه. خليه كده هو مستور لان هي هي دي النعمة. نعم. فالحق سبحانه وتعالى يقول ازاي اذا فريقهم منهم اذا ايه كلمة اذا فريقهم منهم. اه. يخشون الناس. ها? كخشية الله او اشد خليل. طيب الواحد بيخشى الله ليه? ام قال لك المسألة بقى في الاتال والاطل والعملية ديا الوحد يخاف من الموت. فيخشى الله من الموت يعني. على انه هي يخذه وبعدين يوديه ايه? لعملوا يلاقي الحكاية. يبقى الواحد خايف او الحكاية دي. ولزلك قال ايه? ويكرهوا الحق يعني الموت. فتعزعل منه. قال له ازاي وتكره الحق? قال له يكره الموت ومن منا يحبه. خلاص كده? طب شمال بيخشل الناس? ام قال لك لان الله حين يميت يميت بدون هدم بنية. ولكن دول لما يقابلوا حيقطعوا ويعودوا يمثلوا به. يبقى الخوف من انه اكتر. يبقى الخوف من الناس. الخوف من مين? لكن بقى استحضر الجزاء على هذه. لهم لما تستحضر الجزاء على هذه تهون العملية ايه? تهون العملية معي. اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله او اشد خشية. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال? طب دانتوا كنتوا عايزين تأتلم قبل ما ينكتب. عشان تعرف النفس الايه? البشرية. حين تكونوا بمن عن الشيء تتمنى. ولما يبقى ايه? تبقى تعبا. قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال? يا ترى هذا الكلام منهم. على سبيل الاستفهام ليقول اللهم انا كتبت عليكم القتال لكذا ولكذا ولكذا. ولا يعني معناه انهم بقولوا يا رب ليه ابتلتنا الابتلاء ده ويمكن ما نقدرش عليه ووى الى اخره. في ساعة الخوف من الايه? من لقاء المعارك. لما كتبت علينا القتال? لولا اخرتنا الى اجل قريب. يعني تخلينا الايه? نموت حد في انفنه. يعني نموت بايدك. ما نموتش بايد حيموت. ان حيموت مش معنى ذلك انه يريد ان يستبرئ من الموت بالقتل عشان حيخلد. لا احنا فاهمين ان انا حان ايه? انت. الى اجل ايه قريب? قل قريب ليه بقى واخركم ليه? حبا في الدنيا وفي متاعها. ان متاع الدنيا قليل. لا يجب ان يحرص عليه حرص يمنعكم ان كنت تروحوا ايه? تقتلوا. لانك انت لو ما روحوا لو ما تقتلتش. طب ده القتل ده يا اخي عملية. شوف بس الفكرة فيها. كلكم تموتون. الحد مش هيموت? طب على الاول. ونموت وبعدين يجزينا ربنا على ايه? عملنا. طب اللي بين قتل. هيجزي على عمله الاولان ويدله حاجة تانية على قبل الموت. الله. يبقى مات بتامن جديد ولا لا? يبقى نهل احظ بقى. يبقى المكتول. ايه المكتول? لان كلهم هياخدوا على عملهم. وبعدين التاني اللي عمل ولا يقتلش حيموت. والتاني حينقتل. انقتل حياخد ايه? الشهادة والمشاعة. يبقى اخد حاجة زايدة ولا لا? يبقى من المحظوظ بقى? يبقى من المحظوظ اللي تقتل. مش كده? يبقى قال له كل متاع الدنيا قليل ان قارنته بما تقولوا اليه ان قتلتها في الايه? في الحال. ليه? ولذلك الراجل قال اذا كن لما ما نروحش ننقتل حنخلد. كان يبقى كويس? انما طب ما حنموت. طب ما نموت بتامن زائد. نموت بايه? بتامن زائد عن عملنا. هيبقى حاجة جديدة ولا لا? يبقى تربيب للايه? للفايدة. ولذلك ايه? ولو ان الحياة تبقى لحي لعددنا اضلنا الشجعانة. لو كاتل حياة هي? تبقى لواحد يعني حي? كان يبقى اضل ناس فينه الشجعان اللي بيروحوا يقتلوا نفسهم كده في الحرب. لكن المسألة مش كده هي? ولو ان الحياة تبقى لايه? لحي لوجدنا اضلنا مين هم? يبقوا خيبين قوي. طب وروحوا ما موتوا نفسهم ليه? مدام حنفضل? مش كده ولذلك هناك يعني يا من تزدرني على ان اشهد الحرب والوغة. وان اشهد اللزات. يعني بتقول لي يا شيخ بلاش الحرب دي اللي هتنوت فيه وروحوا تمتع كده واقعد واضحك واشرب واترب ومش عارف ايه وبتاعه يا جديد. انا ايه هذا الزاجري يعني تزدرني ان اشهد الوغة. اه ان احضر الوغة. وان اشهد اللزات. هل انت مخلدي? يعني اه اذا كنت هتخلدني اسمع كلامك. فان كنت لا تستيع دفع منيتي فدعني ابادرها بما ملكتها. اه 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 ايش اه اذا كنت هتقعد مفيش مانع. انما ايه الخيابة دي. نعم. ولذلك المتنبي اه رحمه الله لما يجي يا عيام. بقولك ايه وعى تفتكر? ان اللي راح الحرب والوغة ده ان قتل بيكره نفسه. بيحب نفسه. وعى تفتكر ان الجبان اللي ما روحش للحرب بيكره نفسه. ده بيحب نفسه. وده بيحب نفسه. بس احنا قلنا بقى التعالي في الانانية. ده بيحب نفسه. حب ايه? حب خايب الجبان. ودك بيحب نفسه حب ايه? معلّة. حب ولذلك يقول لك ايه? ارى كلنا. يعني كل الناس جميعا. يبغي الحياة لنفسه. حريصا عليها. مستهاما بها صبها. ايه وعى تفتكر ان حد بيكره الحياة? كل واحد بيحب الحياة. وبيحرص على الحياة. ومستهام بها وعشئه وصب فيه. بس النظرة مختلفة. فحب الجبان النفس اورده التقى. قال له اوعى فروح الحرب لا تموت ما وبيحب نفسه. وحب الشجاع النفس اورده الخربة. دكة عايز الحياة ده ايه? يبقى انانية وطيقة ونزلة. ودكة بيحب نفسه عايز ايه? يبقى ارى كلنا يبغي الحياة ايه? لنفسه. حريصا عليها. مستهاما بها صبها. فحب الجبان النفس اورده التقى. وحب الشجاع النفس اورده الحربة. يبقى الاتنين بي ايه? بيحبوا نفسه. احنا الواحد عنده ولدين. ولد يصبح الصبحية. ساعة ما يسمع الفجر. كان ربنا هديه يقوم ويتوضى ويصلي وياخد له كب بيت شاي ومش عارف او يحضر كتبه ويلبسه ومش عارف ايه اللي الاخره ويتنه خارج على مين? على المدرسة. والولد التاني نصحينا. ننجز فيه ياما. نعمل فيه اللي ما ياما. الله. وبعدين يطلعوه من البيت بالعافة يروح يتسكع يقعد في راحة يشوف ناس بيلعب ويلعب. ومش عارف ويقعد على قهوة ولا. ده بيحب نفسه. وده بيحب نفسه. بس ده بيحب نفسه حب ايه واطن? نازل. اما ده قليل. هيحب نفسه شوية وبعدين يطلع صعلوك من صعليك الحياة. ودوك بيحب نفسه التحب الايه? العالي. بعد مدة يبقى سيد في المجتمع. ولو ايه? وكلهم بيحبوا ايه? بيحبوا من نفسهم. وإلى لقاء. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.